بعث القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقية التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين وخلال برقية التهنئة ثمن وزير الدفاع بكل التقدير والاعتزاز دور رجال الشرطة الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية وتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة مصر الغالية وتأمين انطلقتها نحو البناء والتنمية في كافة ربوع مصر كما بعث الرئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية التهنئة مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة